ليس مكبا لنفايات بل هي ساحة تتوسط الدور السكنية في الأحياء الشرقية من مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين سكان تلك الأحياء اشتكوا من الواقع الخدمي المتردية الذي تعيشه مناطقهم وتكدس النفايات بشكل كبير بين المنازل والمحل التجارية فيها المواطنون أكدوا أن الإهمال الحكومي وتقاعس الدوائر البلدية والخدمية هناك وعدم رفع نفايات بشكل دوري عمل على تكديسها لسيما بعد العمليات العسكرية التي شهرتها المدينة وعلى الرغم من قيام المواطنين بدفع مبلغ شهري ثابت لعمال البلدية إلا أنهم لا يقومون برفعها إلا كل شهر الأمر الذي عمل على تكدسها بشكل كبير تراكم النفايات بلدية ماكو يجون كل راس شهر أو قبل بداية الشهر على خمسة آلاف دينار خمسة آلاف دينار أكو ناس تدفع أكو ناس ما تدفع جبل بلدية لمها بالشفال ومشى مرات يكومها ونحرقها إحنا مرات يشيلونها باللور ويمشون تفاقم أزمة النفايات في تلك الأحياء تحول إلى ظاهرة تهدد صحة المواطنين هناك لا سيما الأطفال بسبب الحشرات والذباب التي تتجمع على النفايات بجوار المنازل والمدارسة والتي تعد ناقلا للأمراض فضلا عن أنها أصبحت ملجأ للكلاب السائبة الذبان البق تلوث انتشار حب الحساسية نعم نعم للأطفال 24 ساعة الأطفال يلعبون بها وعلى الرغم من أضرار عملية حق نفايات وسط الأحياء السكنية بسبب الغازات السامة الملوثة للبيئة والمضرة بصحة الإنسان إلا أنها أصبحت الحل الوحيد لسكان تلك المناطق للتخلص من أكوام النفايات التي تتكدس وسط إهمال حكومي واضح ترجمة نانسي قنقر